في الريح مرحبا بكم في برنامج في الريح اللي بشكونوا تواجد معكم كل 15 يوم نهار 2 8 تعليل ومعاكم في رسح نوبش يقدم البرنامج هذا الى ان يأتي ما يخالف ذلك في ال 15 يوم اللي فاتت ورينا برشة ضرب وعرك ومعروك في مجلس النواب اهوذا يعيط اهوذا يعيط برح مغادي قول علينا في رحبة متاع على لش منش في مجلس النواب 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 يا ربي على تونس يا ربي يا ربي اذا فارق الرمانة ونفهم اشنو اللي يصير الحكومة تفاركت والنهضة تحب تلعب للفخفاخ بش نجم يكون هما بارتي من الحكومة الجاية يوخر ويقدم عمك قيس سعيد ويقول لهم الفخفاخ قدم استقالته وانا اللي بش نعاين رئيس الحكومة وهذا دستور نشيقول وفي صورة ما المجلس ما يوافقش على رئيس الحكومة الجديد والحكومة اللي يشكلها يولي لرئيس الدولة الصلاحية انو حل المجلس ونعود انتخابات تشريعية من ناولوجديد هذي بارتي ومشيرها الاخرى اربع كتال نيابية وعلى رأسهم محبوبة الملايين عبير موسي يحبوا يسحبوا الثقة من رئيس المجلس واللي هو رجل غنوشي والحكاية هذي بسبب شبهات اللي هو عنده علاقة باردوغان يا عبير راهو العلاقة ما بين غنوشي واردوغان راهو مش علاقة حب راهو علاقات سياسية ما نعا قلنا شي احنا حاجة بالله على علاقاتك انتي مع الامارات واحنا فيخ يضم المعمع برجولية مش لمشي نترشح في الانتخابات الجاي حتى نتقن العربية كما ابتدل قيسعيت يا سيدي يا بن سيدك الاعلام المصري والسعودي والاماراتي يوخر ويقدم ويساند عبير موسي جابوها في بلاتوات وعملوا معها حوارات يا والدي شيختها الدنيا وهي ماشي تتشكى على الظروف الغير ادمية اللي كانت موجودة في المجلس للاعلام المصري من سخانة ما فهمش انترنت ما فهمش ضو واهم مقلقينها بالحسر متاع الموزيكا دو ماشي لجماعة السيسي وتقولهم ظروف غير ادمية على شوية سخانة وموزيكا عمل طلع على حوارات ونقشية عبير موسي وجبتلكم الممو من اللي قالتو في تونس وخارج تونس وبعض الحاجة اللي قالتو منه 14 جنفي ماهيش ثورة وياح يا بن علي نحن اليوم في البرلمان ندخل اليوم الثالث بدون كهرباء دون انترنت ودون اي ظروف انسانية اللي صار في تونس ماهوش ثورة واللي صار مؤامر على تونس وفي اطار عملية تعذيب ممنهجة فقد فتح لنا رئيس الديوان السخان في عز الصير 30 درجة اليوم سيادة رئيزي العدين بن علي عطاه درس في رحابة الصدر عطاه درس لكل التونسيين اللي هو هو وحده الأب الحنون لأبنائه أبناء شعب التونس أب الحنون يحتوي أخطاء الله وحد الله وحد بن علي مقيم وحده مش فاليك يا فجر رئيس مش فاليك حسيلو تعدى وتسعة سنين على ثورتنا وينخرج شبابنا يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية وخبزو ما وبن علي له ثورتنا هي الوحيدة اللي شدت روحها من دين الإمارات خاطر عندها حسام ربيع لا نقصد عندها حسام من ثورات الربيع العربي والديمقراطية ككلمة مش جديدة علينا يا ما بند رعاية بها بن علي وبالديمقراطية وبالأمن والأمن أما الديمقراطية كمفهوم ومصطلح وثقافة جديدة علينا وإن شاء الله نصلوا كما برشة دول متقدمة يكونوا حوارات ونقاشات مليانة وصحيحة في بلاستها مش كما احنا تقول عرك الطيبة في حمال مع احترامي للطيبة بعد ثورة الشباب اللي يفكوها الشياب تقسمنا على ثلاثة الناس توحشت بنا علي والعصان بتاع بنا علي ويحبوا السيستام الأقديم يرجع ودجانا عرفوه مواضحين وناس شدوا النهضة وقريبا يردوا الغنوشي من الصحابة وثلاثة اللي يبقى اللي ملقيناش شكون يمثلنا في النخبة السياسية متاعنا في كل انتخابات مشكي وعود الجرياء أما لو راق هما بيدهم ومن السياسة نتعال دولة الباك نحب نقول مبروك للناس اللي نجحت واجمعت دورة الأبطال لا يجب أن تجدوها وهارد لاك للناس اللي يرفيزي وكلنا عشنا جوجمه متاع الباك سواء مع أقاربنا وقالة في حياتنا نحن وكما مستنسين كل عام لازم نفمج جوجمه والمشاكل متاع الباك يا دفوار اخرج نهارة التعضية يا تصليح بشمية وجهويات وكل عام لازم مرجو جوجمه في الباك وباكس نقعد عنده وجوء أخرى خاطر يتعدم على العرق لي مسك وليجيال متعليدين والفزة اللي صارت اثناء وعملة البازية فزة البوق والله يفكرون في فزة اللمبي وعك تغشش حد أعذر أماني والفزة الأخرى اللي صارت هي عندها ثلاثة سنين تصير من اللي يولاوا منعين التاليفونات في امتحان الباكالوريا وكل عادة طفلة تنسى تزم معها تاليفونها تعطيه للقيمة وتتفاجه في نتيجة الباكال اللي هي تعداد في محاولة الغش وتتحرم خمسة سنين من تعدية الباكالوريا وكل عام فم دكاء يعاني وقصيب من الحكاية هذه حصلوا نعرف عام تعدى صعيب على الناس الكل أما كله يبقى كلام أمان أحب أن نقول لكم راني مانيش متشمت باشترجو وتقرأوه في سبتمبر راهو شر آخر دي جاي الصيف قلكم انتظروني أنا مش جاي ونفكركم تبعوا غرامكم في التوجيه وردوا بيلكم واحد يعمر ويمشي للليزيمس حملوا مزئولياتكم أنا نبحت ودجالي كادري فيتها وقاري في اليزيمس وأنا قاري في اليزيمس وكلنا ندمين على نهارا ذاك ونرجع لكم ونقولكم أنه الباكرة ومزرد مرحلة وخطوة صغيرة في الحياة وربي معاكم في كل شي وجماعة البريبان أحب أن نقول لكم ببقاء لله وبحكم تونس ديما منورتنا بالترند متاحها وبالرسمي معناه وقفة معنا في البرنامج متاحنا وجمعة هذه الترند في جربا وينغادي صارت كارثة مرات طليانية عايشة في جربا تخرج في قضية ترجع تلقى كلابها التي مخصصت لهم من وقتها وفلوسها وجهدها مقتولين الكل بطريقة وحشية لدرجة أنه لن نجمش لعدي الفيديو هذيه أما اسمع صوت المرأة كيفاش مقهورة على الكلاب هذو ما المرأة هذي مربية كلاب كما يسميهم كلاب الشوارع معايشتهم في دار بش ما يقعدوش طايشين في الشارع المشكلة أنه الحكاية هذي مش أول مرة تصير وعدنا سنين نطالبه بحلول أما كل بلدية الحل متاحها مضربين الكرتوش على الكلاب الشوارع تفهم لي الحل ما يجمع بني دين مؤسسات الدولة بني دينها نحن خاطرهم هذي مش فاضين للعبات مش في دولة الكلاب وفي الأخر كأي كأن أحب يقولكم حتى أنا عندي الحق نعيش ونصل لأخر فقرة في البرنامج متاعنا وهي أغرب ثلاثة فيديوهات في الترند التونسي أما قبل أن نبدأوا الفقرة هذي بش نبدأوا بحاجة توحشناها أنه نرى فيديو كرياتور دو كونتوني التونسي في الترند وهي هو فيديو سامي الشافعي اللي ديما معاودنا بخدمة ياسر طيارة من التعدي واللي التوب تروها معنا للجمعة هذي يكون الفيديو هاكرت فيسبوك أختي والفيديو هذي عمل ثمانمائة تالف مشاهدة التوب تو كل عادة عند نورستار فيديو مقلب واشنبي أخي والفيديو هذي عمل أكثر من ثلاثة مليون مشاهدة والتوب وان للجمعة هذي يكون الفيديو صنعت أكبر برغر في العالم ويحقق ستة مليون مشاهدة ونكون هنا وصلنا لأخر الحلقة لا تنستيش تعمل سبسكرايب لشين يوتيوب متاعنا وضعنا لايك إن أعجبك الفيديو كومنتير تعبرنا فيه على مشارك الفياضة ونطلقاها إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج فريح باي باي